يعد متوسط نسبة قراءة الفرد في السنة هو 12 كتاب أو ما يعادل كتاب واحد في الشهر ونادراً ما يكون منهم كتاب طبي أو كتاب عن الثقافة الصحية بالله يتذكر متى آخر مرة اشتريت كتاب تكلم عن الثقافة الصحية المشكلة أنك لو سألت أي شخص هل أنت مهتم بالقراءة في المجال الصحي أكيد راح تكون إجابته منافية للأرقام اللي طرحناها في البداية وهذا اللي عزز ظهور كثير من المفاهيم الصحية المغلوطة والمتناقلة بيننا لأن بعضنا يفضل المصادر غير الموثوقة لأخذ المعلومة الطبية مثل المعلومات اللي تأخذها من شباب الاستراحة ولا في قروب خلاتك في الواتسر كل هذه الطرق تشكل عندنا وعي صحي غير سليم وغير صحيح تقول لي يا تركي طيب مثليش؟ ما رأيكم؟ ننزل للشارع ونسأل الناس عن بعض المعلومات الطبية اللي ممكن تواجههم في اليوم الطبيعي عشان تشوفوا بعينك معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بيوميديا بس قبل لا نبدأ لا تنسوا زر اللايك ولو لسه ما شتركوا بالقناة ترى زر الاشتراك يقريب والحلقات اللي راحت بانتظارك ويلا على سؤال الشارع هل تقرأ في مجال الصحة بشكل دوري؟ والله زي ما تقول الشبه دوري أحيانا دائم مو دائما أحيانا في حال الرعاف وش الإجراء المناسب للوقف النزيف؟ والله تستلقي وتسكر الأنف الفاين أو منذيق يعني وقف الدم في ما بارد أو كذا طبعا تسكيل الأنف ورفع راسه الأعلى بالمدة تقريبا دقيقة أو ثلاث دقائق حتى يتوقف النزيف في نظرية خاطئة عند الجميع إن هذه هي حركة المناسبة وهذا خطأ في حال الحروق في اليد أو أي جزء من الجسم تحط طحين ولا معجون أسنان؟ شف هذه يعني إزيما بتقول عمية صارت دائما حين أنا بتكرعها أو فكرة صارت مستقبلية ولا الأفضل نكتراجع دكتور؟ لكن ممكن واحد يحط معجون أسنان حسب ما عارف إن معجون أسنان كويقائي لحد ما يروح بلالمركز الصحي كذا ولا كذا نعالجه بنظر طبية أفضل إذا كان الحروق نوع على الحروق إذا كان حرج من نوع درجة أولة درجة ثانية درجة ثالثة؟ مبدعيا أغسل ما بالثلج بس يمر الدكتور يعني فالأفضل مختص في ذلك وبيعطيه المناسب يعني في حل إصابة ضربة الشمس من رأيك إيش التصرف السليم؟ والله أولا وضع كمدات ثلجية على الجبهة تقريبا أيضا نبتعاد عن شعة الشمس قدر المكان الإجراء المناسب أنك تستريح مكانكم بارد السلام عليكم يعرف الوعي الصحي بأنه اهتمام الناس وإلمامهم بالحقائق الصحية إضافة إلى زيادة شعور الأفراد بالمسؤولية تجاه صحتهم وصحة من حولهم في دراسة أجراها الدكتور راندال كوتريل عام 2009 ميلادي ذكرت الدراسة أنه من أواخر القرن التسع عشر إلى منتصف القرن العشرين كان الهدف من الصحة العامة هو السيطرة على الأضرار الناجمة من الأمراض المعدية لأنها كانت أكثر الأمراض انتشارة من وقتها لكن بعد كذا صارت إلى حد كبير تحت السيطرة في خمسينات القرن الماضي وبحلول منتصف عام 1970 ميلادي كان من الواضح أن الحد من المرض والموت ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية اتضح أنه لا يمكن الحد من هذا إلا من خلال التركيز على تعزيز الوعي الصحي وثقافة الوقاية من المرض ومن هنا انطلق مصطلح الوعي الصحي واللي ارتبط ارتباط مباشر بالثقافة الصحية للفرد والمجتمع في الولاية المتحدة الامريكية في حوالي 40 ولاية تقوم بتدريس مادة التثقيف الصحي للطلاب في المدارس والتي تهدف إلى زرع الخبرات المتعلقة بالقضايا الصحية الحرجة مثل رعاية جسم الإنسان والأجهزة الحيوية فيه اللياقة البدنية أخطار التبق والمخدرات المفاهيم الخاطئة والأساطير الصحية بالإضافة إلى آثار الرياضة على الجسم والتغذية الصحية ومراقبة الوزن والأمراض المعدية مثل ضيفنا الثقيل كوفيد-19 فيروس كورونا والشلة اللي تبعوه أمريكا ما هي الدولة الوحيدة اللي تضع الثقافة الصحية في المقررات الدراسية بالعكس في دول كثير مثل اليابان وتايوان وبولندا ورومانيا وغيرها من الدول مملكتنا الغالية بالتحديد المملكة العربية السعودية أضافت مقررات مثل مقررة التربية الصحية والأسرية ومقررة التربية الصحية والنسوية لزيادة الوعي عند الطلاب والطالبات لكن ما زلنا نحتاج مقررات أكثر ومود أكثر خصوصا في المرحلة الابتدائية لزيادة الوعي الصحي السليم عند النشأ يهدف تعزيز الوعي الصحي للمجتمع إلى تحسين الصحة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات ومساعدة الأفراد في حل المشكلات الصحية التي يواجهونها بشكل مستمر باستخدام الإمكانيات المتاحة للمساعدة في التالي خفض معدلات حدوث الأمراض غرص قيم السلوك الصحي السوي وترسيخها في المجتمع بالإضافة إلى تغيير السلوكيات الخاطئة منها يعني مثلا لا معجون الأسنان ولا الطحين ينفع نحطه على الجروح لا تستغرب تجلس ناظرنك كذا ترى أذر أنك سويتها وأكثر من مرة لا تنكر في حالة الإصابة بالحروق دائما ما ينصح بصب الماء البارد على المكان المحترق وهذا صحيح لكن الثلج ما ينفع في كل حالات الحروق بالعكس ممكن يضر في بعض الأوقات في حالة الرعاف أيضا لا ترجع راسك الوراء ترى والله ما رح يرجع الدم مكانه التصرف الصحيح هو الجلوس بوضع مستقيم مع الإنحناء قليلا إلى الأمان وتسكر أنفك بالضغط عليه بالإبهام والسبابة الحين توقف النزيف أما بالنسبة لحالة الإصابة بضربة الشمس فالتصرف الصحيح هو إبعاد الشخص عن مصادر الحرارة ونقله لمكان أقل حرارة وتخفيف ملابسه ووضع الماء البارد عليه أو تقطيسه فيه إذا أمكن بالإضافة إلى الكمادات الباردة وشرب الماء مفاهيم خاطئة أو تصرفات غير صحيحة تحصل من بعضنا في مواقف كثير مثل هذه والأسباب هي قلة الوعي الصحي للمجتمع وهذا يأخذنا السؤال المهم الوعي الصحي مسؤولية مين تتحمل وزارات الصحة والهيئات الصحية المسؤولية الصحية للمجتمع إلا أن هذه المسؤولية لا تقع على هذه الجهات فقط وإنما تقع مسؤولية الصحة على الفرد على المؤسسات الخيرية وعلى الإعلام وعلى الأشخاص المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي فالصحة تعد مسؤولية فردية وجماعية مما يعني أن الفرد مسؤول عن صحة في المقام الأول ثم تصبح الصحة مسؤولية الأسرة تليها المؤسسة التعليمية سواء كانت مدرسة أو جامعة وتنتقل بعد ذلك إلى الجمعيات ذات العلاقة والجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية ومن هنا يجي سؤال مهم جدا هل كل عنصر في هذه الدائرة يقوم بدوره؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر